يعتبر النوم الجيد جزءاً أساسياً من صحة الإنسان وعافيته العامة يؤثر النوم الجيد على العديد من جوانب الحياة اليومية بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية والأداء اليومية ومع ذلك قد يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في النوم بسبب التوتر والقلق وعوامل أخرى لذا في هذا الفيديو سنلقي نظرة على كيفية الحصول على نوم هادئ وعميق كما سنتطرق إلى بعض المشاكل التي قد تواجهها إذا أهملت في معدلة نومك لذا لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتنضموا إلى عائلتنا الصحية استعدوا لليلة هادئة ودهونا نبدأ يغاني الكثيرون من صعوبة في الحصول على نوم هادئ ومريح ليلا بسبب الضغوطات اليومية والمشاكل الحياتية لذلك يعد النوم جيد أمرا أساسيا لصحة الجسم والعقل ولكن بعض العوامل مثل القلق والتوتر والعضاة الصيئة يمكن أن تعقل قدرة على الاسترخاء والنوم بشكل جيد وتظهر أهمية النوم الجيد في الأشخاص الذين لم يحصلوا على القدر الكافي من النوم فالأشخاص الذين يحصلون على معدلة نوم أقل تظهر لديهم قدرة أقل في التعلم والتركيز كما أن كلما زادت فترة وعدم النوم واليقزة قلت القدرة على الوعي والإدراك بالأشياء المحيطة وقد يصل هذا إلى التخيل والتفاعل مع أشياء وأشخاص غير موجودة في الحقيقة في دراسة أكد منها العالم ماتسي والكر أستاذ علوم الأعصاب وعلم النفس في جامعة كاليفورنيا أن النوم لا يساعدك فقط على تذكر الأشياء المهمة ولكنه أيضا يجعلك تنسى الأشياء عديمة الأهمية ليعكس أهمية النوم كعملية شاملة تؤثر على قدرتنا على استيعاب المعلومات وترتيبها ويصلت الضوء أكثر على العملية المعقدة التي قد تحدث خلال فترة الراحة والإسرخاء بما يعزز فهمنا لعلاقة النوم بوظائف العقل والذاكرة فأقلة النوم لا تسبب فقط قلة التركيز والواهي بل أثبتت الدرسات أن أقلة النوم قد تسبب بعض الأمراض مثل خلال انفجاز التنسوليل للرجال وتقليل هرمون التستسترون وحدث ذبذبة في هرمونات لدى الإناث وحدث خلال انفجاز المناعية وترجع أهمية النوم لدرجة جعلت منظمة الصحة العالمية في تصنيفها لبعض الوظائف أنها مصرطنة بسبب حصول العاملين فيها على معدلة نوم أقل تظهر الآن أهمية النوم في رفع كفاءة حياتنا الصحية ولكن يبقى الأركو هو العقبة الوحيدة التي تواجه الكثير مننا وتجعل من نومنا أمرا صعبا لذلك يمكننا التغلب على عقبة القلق عند تباعك هذه النصائح 1- قلل من الكافيين وتجنبه قبل النوم ينصح دائما بتقليل تناول الكافيين لتحسين جودة النوم والقدرة على النوم في الموعيد التي تحددها لنفسك وفي حال كنت من محب القهوة يفضل شربها في الصباح بدلا من الليلة حيث يمكن أن يؤثر تناولها في وقت متأخر من النهار على مدى جودة نومك يجب الانتباه إلى أن الكافيين موجودة في مصادر أخرى غير الكهوة مثل الشاي والشوكولاتة وبعض المشروبات الغازية وبعض الأدوية 2- مارس الرياضة مبكرا أشار العديد من الخبراء إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تعزز الحصول على نوم عميق وأفضل جودة للنوم وتساعد في تحسين نواية النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق مما يقلل من مدة الاستغراك في النوم وعدد مرات الاستيقاظ خلال الليلة ومع ذلك أوصوا بأن ممارسة التمارين الرياضية في الصباح تكون أكثر فعالية حيث أن ممارستها قبل ساعات من النوم قد تزيد من مدة الاستغراك في النوم 3- ابتعد عن الإضاءة الابتعد عن مصدر الإضاءة مثل الهواتف والتلفاز يرسل إشارات لعقولنا أنه قد جاء وقت النوم فإزلال الغرفة قبل النوم يوعد واحدا من الطرق المفيدة لتعزز الحصول على نوم عميق حيث يساهم في تقليل الاترابات النومية وزيادة إفراز هرمون الميلاتونين والذي يعتبر مساعدا طبائيا للنوم 4- حدد ميعادا ثابتا لنوم هل تدرك أن النوم والاستيقاظ في نفس الوقت يوميا يعززان فرصة الحصول على نوم عميق بغض النظر عن ما إذا كنت تستيقز في وقت مبكر أو متأخر فكما أشرنا أن تعود نفسك وذهنك على ميعاد ثابت يدخلك في مرحلة ما قبل النوم والشعور بالنعاس مما يسرع من عملية دخولك في النوم مبكرا دون شعور بالأرق 5- اضبط درجة حرارة الغرفة درجة حرارة الغرفة سواء كانت باردة أو ساخنة قد تزيد من فرص استيقاظك في منتصف الليل مما يجعلك تخرج من نومك العميق إلى نوم متقطع لذلك أشار بعض الخبراء إلا أن ضبط حرارة الغرفة على 26 درجة قد تكون مثالية للحصول على نوم عميق وهادئ في نهاية يعتبر النوم الهادئ والمريح أمرا أساسيا لصحتنا ورافهيتنا العامة إذا كنت تعاني من صهوبة في النوم فقد يؤثر ذلك على جودة حياتك بشكل كبير ولكن من السهل تحسينه من خلال تبني العادات الصحية والتقنيات المريحة من خلال اتباع نصائح النوم الصحيح وإدراجها في روتينك اليومية يمكنك أن تحقك ليال هادئة ومريحة استغل وقت النوم كفرصة لإعادة شحل طاقتك وتجديد جسمك وعقلك فالنوم الجيد يسهد على تعزز الصحة العقلية والجسدية وزيادة الإنتاجية وتعزز الاسترخاء العامة لذا اجعل من النوم الجيد أولوية في حياتك وابحث عن الطرق التي تناسبك للحصول على نوم هادئ ومريح إذا استمرت مشكلة النوم فلا تتردد في مشاركتها مع محترف الرعاية الصحية الذين يمكنهم مساعدتك في التغلب عليها وتحسين جودة نومك بشكل عام شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتنضموا إلى عائلتنا الصحية نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والنشاط إلى اللقاء